سرقت أموالهم ثم اختفت صدمة في النجف بعد تعرض بعض المواطنين فيها إلى النصب والاحتيال من قبل أحدى شركات السفر الوهمية التي خدعت ضحاياها بعروض سفر منخفضة التكاليف قبل أن تجني منهم مئات الآلاف من الأموال مقابل تذاكر مزيفة وتختفي إلى المجهول عدد من الشركات الموجودة السفر هي ليس شركات مرخصة وإنما شركات وهمية بالإضافة إلى يستغلون المواطن من حيث يقطع تذكرة المواطن من الشركة الفلانية أو الشركة السياحة يلاحظ أن التذكرة هذه وهمية ما موجودة أصلا بالإضافة إلى يوجد بعض الشركات الوهمية تستغل المواطن من حيث الدولار بحيث تأخذ جواز السفر مالته أو مستمسكاته تصرف بورق على 132 دولار شركة أخذت جوازات وفلوس من بعض الأخوة المسافرين وطرعت شركة وهمية وشنذل بالناس الموجودين اللي راحوا للمطار ما لقوا أن الفيزا مارتهم موجودة أو جوا للشركة لقواها مع الزهاية المشكلة هنا ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النجفيون إلى الاحتيال عن طريق شركات سفر وهمية لكن هذه المرة هي الأكبر وأثارت عديد التساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية المختصة لا سيما الأمن السياحي في رصد ومتابعة الشركات المزيفة التي تروج لخداع ضحاياها علنا في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا يؤثر تأثير سلبي على الزائر خاصة من خارج العراق والذي يأتي للحصول على تأشيرة أو فيزا أو بطاقة السفر لا يزال الأمن السياحي جدا دوره ضعيف في النجف الأشرف وما أعتقد أنه أدى دوره الحقيقي بنسبة 100% هناك تفاوت كبير بين الأدوار بين فترة وأخرى وهذا يؤثر على سمعة السياحة في النجف الأشرف وبسبب قلة الثقة أصحاب شركات السياحة الرسمية لا يخفون مخاوفهم من تأثرهم من عمليات النصب والاحتيال على عملهم والتي وصفوها بالممنهجة التي تؤثر على مجمل القطاع السياحي في المحافظة من النجف محمد رزا التغيير